طيب حضرتك حينما تسير في شوارع تركيا بهذا الزي كيف تكون ردة الفعل؟ وحضرتك شرحت لنا يعني موقف حسن من جانب أحد المواطنين الأتراك يشهد الله والله على ما أقوله شهيد أحيانا يسلم الجالس عليه وأنا ماشي الأولى أن أسلم لكن أحيانا شارع كثيرة علاوة يمكن أن يسلم على كل الناس أحيانا الإنسان جالس يقول سلام عليكم لأنه واضح من زي وهذا الأمر رأيته في الهند أشهاد الله أيضا رأيته في الهند عندما أمشي الناس تسلموا علي الظهر لأنه زي العربي هو زي الإسلام ومن الأشياء ذهبت أنا وأخي الحبيب الشيخ ذياب مدير المعهد الإسلامي في سامراء وتحية له هو الآن من العلماء والدعاة في سامراء في العراق ذهبنا أنا وهو إلى صاحب مكوى في إسطنبول بملابس هو الآن ربما يسمعوني الشيخ ذياب لنكوي ملابسنا العربية لنكوي ملابسنا العربية هذه القلابية سميه بلاجة العراقية الدجداشة والجبة فأعطيناها لصاحب المكوى ذهبنا في اليوم الثاني اللي نستريمها فلما أعطيناه الأموال رفض أن يأخذ مناه فقلنا له لماذا لا تأخذ قال هذه الثياب تذكرني بثياب رسول الله وثياب أصحاب رسول الله وأنا أستحي منهم أن أخذ منكم المال واسمه عبد الرحمن في باشك شهير الله أكبر نعم ولا يزال إلى الآن موجودا وصديقي أراه في المسجد دائما صاحب المحل المعرضة تركيا تسمي باشك شهير بعرب شهير بسبب كثرة العرب الذين فيها صدقت شهير بمعنى مدينة في اللغة التركية باشك شهير مدينة السنابل على أي حال ويوجد بعضهم أيضا يوجد بعضهم من لا يعجبه الثوب العربي يوجد بعضهم من من تجذرت فيهم العلمانية والقومية يوجد يوجد هذا الأمر لكن الذي رأيته أنا لا أغلب الحمد لله ومنهم لا يعني لا يعلم على فترة هناك هناك الآن في تركيا في محلات تركية صارت تباع الملابس العربية وهناك أتراك في منطقتنا يشهد الله لا يتكلمون حرفا واحدا عربيا يلبسون الثوب العربي يلبسون القلابية نعم وهو لا يتكلم حرف عربي صحيح نعم اشتركوا في القناة